موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا رب في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان من أرض الله الأخوات المشاهدات ومع الحلقة الثانية من سورة الانفطار نستمع إلى آياتها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وبعد أن استمعنا إلى هذه الآيات التي تبدأ بقول الحق تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ لَمَّا شَاءَ رَكَّبَكَ وَاضِحَ أو يجب أن يكون واضحاً أن قول الحق تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ نِدَاءٌ نِدَاءٌ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ مِنْ رَبٍّ كَرِيمٍ يُنَادي كل إنسان كل إنسان من خلقه ليقول له يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ مَا الَّذِي غَرَّكَ وَخَدَعَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ مَا الَّذِي جَعَلَكَ تَنْصَرِفْ عن طاعته مَا الَّذِي خَدَعَكَ وَجَعَلَكَ تَبْتَعِدْ عن الإيمان به سبحانه وعن اليقين بلقائه والتزيق برسالة رسوله مَا الَّذِي خَدَعَكَ انت غافلت ليه انت غافلت ليه عن هذه الحقيقة حقيقة عودك إلى الله تبارك وتعالى وأن مصيرك إلى الله حتى يحاسبك على ما قدمت وما أخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَتْ شُوه انظر انظر إلى كرمه سبحانه وتعالى انظر إلى فضله سبحانه وتعالى حيث يقول سبحانه وتعالى مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقت ألا يدل الخلق هذا على كرمه سبحانه هو الخلق معناه إيه؟ الخلق كما سبقاً أشرنا وكما يجب أن نعلم الخلق معناه الإيجاد من العدم إيجاد الشيء من عدم فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأوجده من عدم تقول لك أن أصلك إيه؟ خلقك وخلقك من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ومن صلصان كالفخار وسواك ونفخ فيك من روحه ومن ماء دافق يتحول الماء الدافق ببويضاته المخصبة بعد التقاء الحيوان المنو ببويضاته إلى العلقة والعلقة إلى مضغى والمضغى آية لافتة الذي خلقك عدم أوجدك الله تبارك وتعالى بقدراته وعظمته الذي خلقك دلالة على كرم الله هو أن كان وجودي واجب على الله تبارك وتعالى كان وجودك واجب على الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء معنى هذا أنه خلقني تفضلا وخلق هذا الخلق تفضلا منه سبحانه دلالة على فضله دلالة على كرمه عز شانه الذي خلقك فسواك الله خلقك فسواك سوى خلقتك جعلها سوية معتدلة دلالة أخرى على فضل الله تبارك وتعالى والله انظر في نفسك انظر في أعضائك وكيفية تسوية هذه الأعضاء يخي انظر في هذه اليد الكفة هذه وما فيها من الأصابع هذه كيف سواها وكيف جعل هذا طويلا وهذا قصير بهذه الأنام ما هذا خلق عجيب سبحان الله عظيم خلقك وسواك وعد سبحان الله يبقى خلق تفضلا سواك سوى أعضائك تفضلا ظاهرا وباطنا يعني قضية تسوية مش قضية ظاهرية بل انظر حتى إلى ما في داخلي هذا الجسد من جزيئات مسواه سواها ربنا سبحانه وتعالى وعدلها واجعلها في أحسن صورة واحسن أم الله ربنا سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يا سادة يا سادة آية خلق الإنسان لربنا سبحانه وتعالى جعلها أول آية كما سبق أن أشرنا من الآيات التي أنزلها في أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعدما ألخلق الخلق الإنسانة ودلت الآيات على قضية خلق الإنسان أول آية من الآيات دلت على قضية خلق الإنسان كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول نعم أنا ذكرت قضية خلقك أنت حتى تكون أنت الشاهد والمشهود به للدلالة على قدرة الله تبارك إذا عرفت نفسك عرفت ربك سبحان الله عظيم فخذ نفسك دليل على فضل الله على قدرة الله على عرض الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعلك في أي صورة شاءها أن يركب أعضاءك ولكن تفضلا منه سبحانه وتعالى خلقك سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فاصل ونعاود الحديث مع حضراتكم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ثم يقول ربنا سبحانه كلا كلا المفردة القرآنية التي تدل على معنى الزكر ومعنى التعنيف يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم انتبه انتبه وعد إلى ربك عد إلى ربك الكريم لأنه بكرامه منحك الخلق المسواه المعتدل كل ربك شاكرا كل ربك شاكرا على نعمه وعلى فضله وحتى تقوم بأداء النعمة نحو المنعم سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين آه قابلت كرم الله أيها الإنسان أيها الإنسان قابلت كرم الله وفضل الله بأن كذبت بدينه تكذبون بالدين تكذبون بدين الله ما هذا سبحان الله عظيم هل هذا هو مقابل الكرم الله سبحانه وتعالى دا بالعكس دا الشأن طبعا في الكرم أن يقابل بالكرم بالخير أنت قد أزديت إلي خيرا ولله المثل الأعلى كيف أقابلك الله تبارك وتعالى أزدى إليك هذا الخير العميم في خلقتك وفي صورتك وفي هيئتك كيف تقابل فضل الله تقابله بماذا بالإيمان به بالإيمان بقدرته بالإيمان بعظمته بالإيمان باليقين بلقائه كلا بل تكذبون تكذبون بالدين الله سبحان الله عظيم تكذبون بالجزاء تكذبون بيوم الباء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إن عليكم لحافظين من ملائكة الله يحفظون أعمالكم يا أخي سبحان الله عظيم طبعا ليه يا رب جعلت الحفظة هؤلاء حتى يسجل يسجل عملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر سبحان الله عظيم مع أن الله تبارك وتعالى عليه يعني بمختطى علمي كان من الممكن أن يحاسبني وأن يحاسب كل إنسان لكنه لعدالته سبحانه وعدالة من جعل الملائكة حفظ كرام حتى يكتبوا ليحاسبك بما كتب هؤلاء الكرام الذين لا يظلمون ألا اللي انت عملته هو اللي بينكتب بينكتب من من؟ من هؤلاء الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون طب ومدام يعلموا يا أخي خد بالك كده طبعا يعني الإنسان يستحي يستحي من من؟ يستحي من الله يستحي حتى من الملائكة استحي من الملائكة طبعا الذين يكتبون عملك حتى يعني بحيث أنك أنت يعني حينما تستحي من الملائكة أن يكتب عليك شراً ووبالاً سبحان الله عظيم استحي من ملائكة الله سبحان الله العظيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد هذا البيان القرآن الذي يدعو الإنسان إلى وجوب التصديق بدين الله والتصديق بلقاء الله والتصديق برسالة رسول الله محمد وبجميع رسالات الله ورسله الله تبارك وتعالى يقسم الناس إلى فريقين فريق الأبرار الذين أيقنوا وصدقوا وآمنوا وعملوا وفريق الفجار الذين فجروا وكفروا ولم يؤمنوا لماذا غرهم فضل الله تبارك وتعالى ونسوا هذا اللقاء سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ولذا يقول سبحانه بعد قوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يقول سبحانه إن الأبرار لفي نعيم نعم الجزاء من جنس العمل الأبرار البررة جمع بار البار هذا الإنسان المطيع لله المستجيب لدين الله المؤمن بالله تبارك وتعالى وآياته إن الأبرار لفي نعيم بهذا التأكيد إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومما يلاحظ أن مفردة النعيم جاءت بصيغة النكرة وكذلك لمفرد الجحيم جاءت كذلك بصيغة إن الأبرار لفي نعيم والفجار وإن الفجار لفي جحيم لم يقل الله إن الأبرار لفي النعيم وإن الفجار لفي الجحيم بالتعريف للدلالة للدلالة صيغة التنكير التي تدل على معنى الترهيب وأنه ترهيب بالنسبة لمين؟ للجحيم وتدل على معنى الترهيب بالنسبة لهذا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لكن أملنا ورقاءنا في الله كبير حيث قدم ذكر الأبرار على ذكر الفجار نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون باررين في أعمالنا وفي سلوكياتنا وفي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يدخلونها يصلونها الجحيم يصلونها يوم الدين يوم الجزاء وما هم عنها بغائبين لا يمكن أبنا تخلفوا عنها لابد أن يدخلوها حتما بسوء ما قدموا وبسوء ما صنعوا يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين امتى الكلام دا اليوم القيامة سربونا سبحانه وتعالى ما قالش يوم القيامة هنا الديوم دين بعد ما قال سبحانه الأبراء في نعيمه إن الفجار في جحيم يصلونها اليوم الدين سبحان الله يوم الدين يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الدين يوم الجزاء ويوم التواب والعقاب يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ثم يقول ربنا وما أدراك ما يوم الدين فاصل ونعاود الحديث عن يوم الدين في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ما أدراك أيها الإنسان البصير بيوم الدين استفهام يدل على معنى التعجب تعجب من عدم دراية الإنسان بهذا اليوم العظيم يوم انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك للمرة ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم خلاصة الخلاصة التي ننتهي إليها بعد هذا الاستفهام وتكرار هذا الاستفهام الذي يدل على معنى عظمة هذا اليوم والترهيب من هذا اليوم وعدم علم الإنسان بحقيقة هذا اليوم وما فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله يوم لا تملك أي نفس علمت نفس ما قدمت وأخرت يوم لا تملك نفس نفس لمين؟ لنفس أخرى تملك أن تنفعها تملك أن تدفع عنها وبالا أو وباءا تملك أن تنفعها بخير أن تحمل عنها وزرا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وانتبه معي انتبه معي كده إلى مفرد شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا إذا وقعت النكرة بعد النفي أفادت العموم والشمول يعني إيه؟ هل يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعني أي شيء من نفس حتى ولو كان هذا الشيء قليل غاية في القلة أو شيء عظيم غاية في العظمة لا تملك نفس لنفس شيئا سبحان الله يا سيدي يعني يعني معنى هذا أن الرجل البار المؤمن ما ينفعش أولاده والابن البار ما ينفعش أبوه يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما فيش في هذا اليوم اسمه والد ومولود ومولود ووالد ما كل إنسان كده بيقولوا لا 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 من عرقوبه ما أخذك سبحان الله عظيم اللي بنا نرجع كده من عنق وكل إنسان ألزمناه طائرة وفين في عنقه وتعالى أفكرك بقول الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده الوالد ده ربنا سبحانه وتعالى ما وصفوش لا بإيمان وصفوا أنه والد والوالد يعني معناها أن عنده حنو لأن ده والد وولده ده 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 ولده طبعا فلا بد أن يكون هناك حنان من الوالد على المولود والمولود كذلك ينتمي إلى الوالد مع هذا الحنو ومع هذا الحنان لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود مهما كان شأنو عند الله بيقوله فيه شفاعة شفاعة طبعا للصالحين لغيرهم هل بس الشفاعة دية يترى الشفاعة دي بإذن الله ولا بإذنك أنت بقى آه الشفاعة لا يمكن يعني إيه هل يعني ما ينفعش الوالد يشفع لولده أو لغيره إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا إيه إلا لمن ارتضى يعني معنى هذا أن ما في الشفاعة إلا بإذن الله تبارك وتعالى وإمتبأ ربنا سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة إذا رضي للشافع أن يشفع وإذا رضي على المشفوع له وقبل شفاعة الشافع له ساعتها تقبل الشفاعة إذن الشفاعة مرهون بإيه يا سادة مرهون بإذن الله مرهون بإرادة نعم في شفاعة ولكنها مرهون بإرادة الله تبارك وتعالى أعود بحضراتكم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر والشأن كل الشأن في هذا اليوم لمن؟ لله وحده والأمر يومئذ لله يفصل ربنا سبحانه وتعالى في الأمر كله بحكمه سبحانه وتعالى بحكمه بأمره لا منازع ولا شريك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب أيها السادة يتوى السيدات عودة صادقة عودة صادقة إلى آيات ربنا إلى الإيمان بهذه الآيات التي بدأت بانفطار السماء وانتهت بخضية الثواب والعقاب يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيد الشفعاء سيدنا النبي الذي نرغو الله تبارك وتعالى أن يشفعه فينا يوم لقائك يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر